ينضم إلينا مراسل العربية في باريس ليث بزاري أهلاً فيك معنا يا ليث نحن متعودين عليك دايماً في كل أسابيع الموضة أنت متواجد في كل الباريس لندن كله بتغطيه في الصفوف الأمامية أنت واحد من المتضررين حكي لنا كيف ردة الفعل في عالم الموضة نعم سارة مساء الخير كلنا تضررنا من كورونا ولكن هناك حرف سارة بتختلف عن بعضها البعض في حرف تضررت مباشرة وفي حرف تضررت بعض قليل يعني رح يكون في شوية ديلي في شوية وقت يختلف التضرر من هذا الوباء الذي انتشر في العالم فطبعاً الذي يعني بتعرف عنده مطعم وعنده مقهى بتضرر لفترة معينة ومن ثم برج على أنه نازم يأكلوا ويشربوا ولكن الأزياء تضررت بسبب بسيطة نوضحها للمشاهدين إذا سمحت يا سارة الفاشن ويك أو عرض الأزياء يستقرق ما يقارب تلت أشهر تسعين يوم حتى المصمم يحضر هذه المجموعة ليعرضها لمدة عشرين دقيقة على منصات العرض ولكن بترمى منعرف أنه كورونا من بداية من أوائل مارس حتى أو آذار إلى هذه الفترة إلى قبل أيام كان جميع المشاغل جميع المتاجر مغلقة فلم يكن هناك إبداعات ولم يكن هناك قصات جديدة ولم يكن هناك مجموعات جديدة فمما اضطر بعض المصممين الأزياء إلى إلغاء العروض إن كانت افتراضية أو حتى virtual مثل ما بنقول اللي هي يعني خلال في مشاغلهم والتخلي عن ذلك ناخد مثلا جورجو أرماني جورجو أرماني قرروا أنه يعملوا العرض في ميلانو وليس في باريس طبعا جورجو أرماني أرماني بريفي عادة تعرض في باريس وتحديدا في بلوس فوندوم أغلب الأوقات ولكن مع الأزمة تم التخلي عن هذا العرض الذي سيعرض في جنيوري يعني الأوت كوتيغ الخياطة الرفيعة أو الخياطة الراقية ستعرض في جنيوري 2021 إذا كان هناك موجة ثانية من هذا الوباء كورونا في الخريف أو الشتاء في باريس أو في أوروبا على كل حال قال أنتوان أرنو وهو ابن ناجل بغنار أرنو طبعا مالك وهو الملياردير الفرنسي مالك مجموعة LVMH قال في مقابلة قبل أيام أنه المدوينون أو البلوغرز ما بقى فيه نطير أو ناخد بطيارة نستحب هؤلاء المدوينون إلى مناطق بعيدة قد يكون على مدد طائرة أربعمائة شخص حتى يتكلموا عبل وسائل التواصل الاجتماعي عن المجموعات فهذا قد يكون انحسرة ولم يكون هناك مش رح يكون هناك مرة أخرى هذا النوع من الرحلات يمكن هو كان موضوع البلوغرز والمشاهير مواقع التواصل كان هذا عليه جدل لأنه كثير ناس سروا شايفين أنهم هما بيتقدموا الصفوف الأمامية في الأسابيع الموضة وصار على هذا الموضوع جدل لكن مو بس هما لوحدهم يعني فيه ناس تانيين كثير أيضا بيحضروا أسابيع الموضة يعني حتى المدينة بتنتعش اقتصاديا في هذه الفترة من أبرز المتضررين من هذا الموضوع وكيف ردت الفعل داخل البزنس يعني هل هم مزعلانين أنهم صاروا أونلاين نعم هلا كثير تدرروا طبعا الفنادق المطاعم لأنه بتعرف المودلز حتى الزبائن في بعض الشركات بيحضروا زبائنهم حتى يشوفوا المجموعة أو الكوليكشن في الفاشن شو على الرنوي أو الريد كاربيت أو whatever بتكون هاي دائما بيحجزونهم الفنادق المطاعم الطيران حتى فجميع هذه الوسائل تدررت بسبب كورونا ولكن قبل أيام أقامت دار شانيل عرض أزياء ولكن في غي كومبون يعني محل المكان دار شانيل وأقيم ذلك افتراضيا عدى بعض الزبائن الذين حضروا لحضور هذا العرض الزبائن طبعا بيكونوا فيلتراج بيكونوا عاملين بيختاروا بس بعد الزبائن الأكثر الأقرب إلى دار شانيل واللي بيشتوا كتير من دار شانيل ولكن الذي سيحدث الآن هذا يعني بعد أيام عادة في القبل كورونا يقام عرض الأزياء الرجالي هذا ألغي سيكون ذلك افتراضيا أو عن طريق أونلاين مثل ما بنحكي ولكن عرض الأزياء طبعا عادة في جولاي أو في الشهر القادم في الشهر السابع راح تكون الأوت كوتيغ برضو هذا ألغي وفي سبتمبر الذي سيقام عادة لربيع وصيف الملابس الجاهزة سيقام عادة في باريس هذا لحد الآن مش واضح إذا التغى أو لا ولكن يعني تشعر ليس من تجربتك من تجربتك يعني أنت كنت بتروح هذه الأسابيع بتشعر أنه بمجرد عرضة أونلاين هتفقد وهجها لأنه نحنا كنا بنشوف تجربة الناس يعني نحنا بنتفرج على حسابك في إنستجرام وبنشوفك على العربية وبنشوف إيش بتصور وكده فبنحيش معك الجو الآن أونلاين بنشوف مجموعة أو شخص واقف بلابس ملابس إيش فرق عن أي موقع تاني يعني رح أكون صريح معك سارة للأسف المصممة مثل ما حكينا قبل شوي باخد ثلاث أشهر عفوا ثلاث شهور يعني تسعين يوم للتحضير المجموعة وللأسف بنشوف مثل ما حكيتي بالصفوف الأمامية في العروض بنشوف ناس عم بيشتغلوا على تليفوناتهم عم بيصوروا هذا العرض العرض طبعا 15-20 دقيقة ماكسيموم لعرض 53 مظهر أو 55 مظهر حسب عرض الأزياء فهذا فقد وهج وفقد رهبته وهذا للأسف طبعا المصممين ولكن الذي سيحدث الآن إنه كثير صاروا الناس يتمعنوا أكتر إحنا بحكم مهنتنا كصحفيين وخصوصا التليفزيون كتليفزيون عربية عادة بنشوف بالإدتينج أنت بتعرف شو يعني الواحد بعمل المونتاج وبرجع بشوف اللقطة حتى يكتب سكريبت حتى يعمل تقرير حول هذا العرض بنشوف العرض أكثر من مرة ليس فقط في الصالة ولكن أيضا أثناء عملنا في غرفة المونتاج ولكن الذي يحدث في كثير من المونتاج يعني كثير قابلة مشاهير عالميين وقابلة بلوغرز أو مدونيون سألتهم رأسا بعد العرض شو أكتر قطع عجبتكم في منهم كثير بفكروا أنه بيتذكروا بيكونوا نسيوا لأنهم ما شافوا العرض أصلا فهذا أثر كثير للأسف على عروض الأزياء إن كانت في باريس في ميلانو وفي نيويورك أو في لندن ولكن لهذه المرة الأولى سارة تم تغيير الكالندر أو الجدولة عروض الأزياء سيقام عرض أزياء ميلانو الرجالي قبل بعد باريس وعادة هي العكس هذا الذي حصل يعني يبدو أننا متجهين لأونلاين في كل الأحوال لأننا حتى لما بنحضر الأشياء في الواقع صارنا قاعدين على تليفوناتنا على العموم بنشكرك ليث على هذه المداخلة كان معنا مراسل عربية في باريس ليث بزاري شكرا لك